أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين نامير عبداللهيان أن الهجوم في أصفهان تم بطائرات مسيرة صغيرة ولم يسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان وفق قوله وجاء تأكيد عبداللهيان بعد التقارير لوسائل إعلام إيرانية عن وقوع ثلاثة انفجارات قرب قاعدة عسكرية في قهجاورستان الواقعة بين أصفهان ومطارها وسط البلاد وفي حين نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين وقوع ضرب إسرائيلية ردا على قصف إيراني استهدف إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي فإنه لم يصدر حتى الساعة أي موقف إسرائيلي رسمي لتأكيد الهجوم أو نفيه لم تمضي سوى خمسة أيام على الهجوم الإيراني على إسرائيل حتى استيقظت إيران فجر الجمعة على وقع انفجارات كبيرة استهدفت قاعدة عسكرية في قهجاورستان الواقعة بين أصفهان ومطارها وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات بشكل رسمي بما فيها إسرائيل إلا أن وسائل إعلام غربية اعتبرت أن إسرائيل تقف خلفها وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن لا تقارير عن هجوم من الخارج وقع في البلاد في حين قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن الانفجارات نجمت عن أنظمة الدفاع الجوي وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد من جانبها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن الهجوم نفذ بمسيرات صغيرة ربما انطلقت من الأراضي الإيرانية وأن الدفاعات الجوية لم ترصد أجسام طائرة غير محددة تعبر المجال الجوي الإيراني بدورها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف اسمه قوله إن الضربة جاءت ردا على هجوم نهاية الأسبوع والهدف منها إظهار لإيران أن إسرائيل قادرة على الضرب داخل البلاد وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة ABC News أوردت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران كما نقلت شبكة NBC و CNN عن مصادر أمريكية أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة لكن الولايات المتحدة لم توافق عليها ولم تشارك في تنفيذها وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تقع أي أضرار في المنشآت النووية الإيرانية داعية أن يظهر الجميع أقصى درجات ضبط النفس وعدم استهداف أي منشآت نووية أثناء الصراعات العسكرية وتتركز المنشآت النووية الإيرانية في وسط البلاد خصوصا في أصفهان ونطز وفوردو فضلا عن مدينة بوشهر الساحلية حيث تقع المحطة النووية الوحيدة في إيران الآن مشاهدين نصحبكم في جولة في الصحافة الأمريكية وعن تغطيتها للقصف على إيران فكيف تناولت الصحف الأمريكية هذا الملف هذا ما سنتبعه وإياكم ونبدأ هذه الجولة من صحيفة نيويورك تايمز مشاهدين ومع هذه الصحيفة حيث نشرت مقال بعنوان ما نعرفه عن الضربة الإسرائيلية في إيران جاء في المقال إن الضربة الأحدث على إيران هي جزء من سلسلة من الانتقام بين إيران وإسرائيل وأنها أثارت القلق من أن الهجمات المتبادلة قد تتحول إلى حرب أوسع نطاقا المقال تساءل عن سبب الضربة الإسرائيلية مجيبا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أخافها رغم أنه لم يسبب سوى أضرار وإصابات قليلة كما يشير المقال إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران سترد لكن رد الفعل الأولي في البلدين وسعي طهران للتقليل من خطورة الضربة يشير إلى أن ردها قد يكون خافتا ننتقل مشاهدين إلى صحيفة أخرى واشنطن بوست نشرت أيضا مقال وحمل عنوان إسرائيل تضرب وسط إيران فيما يبدو ضربة انتقامية محدودة يشير المقال إلى أن حجم الضرر الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على إيران ليس واضحا بعد لكنه نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهدف من الهجوم هو إرسال رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل لديها القدرة على الضرب داخل البلاد أيضا جاء في المقال أنه مع التزام إسرائيل الصمت بعد الهجوم وتقليص إيران لأهميته يبدو أن الجانبين يأملان أن تكون التبادلات حتى الآن كافية لإرضاء الجماهير المحلية دون الحاجة إلى مزيد من التصعيد نختم هذه الجولة مشاهدين من صحيفة Wall Street Journal ونقرأ في مقال نشر على صفحتها حمل عنوان إسرائيل تضرب إيران في هجوم محدود وسط مخاوف من التصعيد ينقل المقال عن خبراء قولهم إن الضربة الإسرائيلية هي رسالة مفادها أنها تستطيع اختراق الدفاعات الجوية لإيران المحمية من نظام S-300 الروسي كما نقل المقال عن محللين استخباراتيين إسرائيليين قولهم إن الهجوم يبدو مشابها لضربات سابقة بطائرات من دون طيار نسبت هذه الضربات إلى الموساد وأن الهجوم أعطى إشارة لإيران بأن الموساد يمكن أن يضرب سرا موقعا نوويا أو عسكريا دون استخدام الجيش الإسرائيلي لطائراته بشكل علني نبقى أيضا مشاهدين بذات الصحيفة ولكن في مقال آخر نشر على صفحاتها حمل عنوان الهجوم الإيراني عمق الإنقسامات في إسرائيل جاء في هذا المقال بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان عملا حربيا غير مسبوق بين البلدين وأن اعتراض معظم الهجمات قدم دفعة معنوية كان الإسرائيليون في أمس الحاجة إليها بعد هجمات السابع من أكتوبر وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن المقال يشير إلى أن هذا وهم خطير وأن هؤلاء يمثلون أقلية صارخة حيث قال أكثر من سبعين في المئة من الإسرائيليين في استطلاعا للرأي أجرته الجامعة العبرية إن إسرائيل لا ينبغي أن تنتقم من إيران إذا كان هذا سيضر بتحالفاتها خاصة مع الولايات المتحدة ولتعليق معنا من ولاية مونطانا الأمريكية مايك مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق سيد مونروي أهلا بك بداية كيف تعلق على ما تناولته الصحف الأمريكية من هذه الضربة حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي إسرائيلي على أنها تتبنى هذه الضربة في المقابل إيران تعتبر بأنها فاشلة وتم التصدي لها بشكل كبير سعيد بوجودي معك ومع الجمهور واضح أن إسرائيل أرادت أن تحقق شيئين أولا أن تتصدى للهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل أيضا لم ترد أن يكون هناك نزاع إقليمي استخدمت ما يسمى بالذخائر التي تنطلق من الطائرات في هذه الحالة ضربت موقع للرادار في أصفهان أيضا هذا قريب من إحدى المنشآت النووية أعتقد أن الضربة كانت رمزية للإظهار لإيران أن بإمكان إسرائيل أن تضرب وإسرائيل وصلت إلى مركز إيران والضربة لم تسبب أي خسائر أو أضرار كبيرة هذه كانت محاولة لإظهار لإيران أنه كان بإمكان إسرائيل أن تلحق بها أضرار أيضا لا أعتقد أن إسرائيل أرادت حربا إقليمية وإيران أيضا قالت أن الموضوع انتهى ما رأيناه هو احتواء وتخفيف لتصعيد والنزاع لن يتوسع وهذا جيد للبلدين وللمنطقة ولكن لو نظرنا إلى هذين الهجومين الهجوم الإيراني وكذلك الرد الإسرائيلي إذا كان كل من البلدين يقول للآخر أنا أريد أن أوصل لك رسالة هل بالفعل هي مسألة رسائل أم أن هناك بالفعل عجز لدى هذين البلدين من إلحاق الضرر بشكل كبير بالآخر وإلا لماذا لماذا يتم إرسال مثل هذه الرسائل في حين أن كل الطرفين يعلم إمكانية الآخر بالتأكيد من المنظور العسكري علينا الإقرار بأن إيران أرسلت 320 مسيرة وصاروخ على إسرائيل كان هذا جهدا كبيرا ولكن التأثير كان محدودا من المنظور الإيراني أظهروا القوة ومن المظهور الإسرائيلي أظهروا أن بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم رغم القوة النارية الإيرانية الكبيرة الهجوم الإسرائيلي على إيران واضح أنه كان محدودا ولكنه أظهر أن بإمكان إسرائيل أن توصل دخائر إلى منتصف إيران إلى مدينة مكتظة بالسكان وأعتقد أن الهجوم كان رمزيا إلى حد كبير ولكنه خدم أهداف الإسرائيليين وأنه كان بإمكانهم القيام بهجوم أكبر وما كان بإمكان إيران أن تتصدى لذلك ولكن حتى نكون دقيقين في نقل ما جرى التصدي الإسرائيلي للهجوم الإيراني هل تعتقد بأنه سيكون بهذا النجاح وبهذه النسبة لو لا لم تكن هناك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن وغيرها من الدول التي ساهمت كما تقول التقارير بصدي هذا الهجوم يعني لو كانت إسرائيلي وحدها هل ستستطيع مجابهة هذا على الكم من الصواريخ والمسيرات الإيرانية لا نعرف ولكن هذه نقطة جيدة الولايات المتحدة لوحدها أسقطت سبعين من الصواريخ الباليستية وأيضا حوالي ثلاثين مسيرة هذا رقم كبير إسرائيل لم تفعل هذا لوحدها والكثير من الدول العربية ساعدت بالمعلومات الاستخباراتية أو بإسقاط الصواريخ والمسيرات بشكل مباشر مثل الأردن أيضا بريطانيا وفرنسا ساعدت لهذا كان هناك تحالف والإيرانيون ربما عدى روسيا ليس لهم أي تحالف هذه نقطة جيدة ونحن لن نعرف هل كان بإمكان إسرائيل الدفاع عن نفسها لوحدها هذا عامل مهم عندما يتعلق الأمر بقدرات البلدان على الدفاع عن نفسها ربما لو كانت الدول المتحالفة تعلم بأن إسرائيل تستطيع أن تستوعب هذه الضربة لا تركوها ترد دون إبداء هذه المساعدة الآن بعد هذا الرد الإسرائيلي المحدود والمدروس كما وصف هل انتهت المسألة عند هذا الحد أم هناك توقع لرد إيراني في النهاية بالطبع الأمر يعود إلى النظام الإيراني بالتأكيد الرد كان مدروسا ومن التصريحات التي تشير إلى أنها كانت مسيرات أسقطوها لا أعتقد أن هذا صحيح ولكن يبدو أن اللغة تفيد بأنهم لن يردوا وهذا من مصلحة الجميع لا نريد أن نرى نزاعا إقليميا مدمرا للمنطقة وبصراحة لاقتصاد العالم لأن الاثنين مرتبطان لا أعتقد أن هذا النزاع الذي استمر لعقود من الزمن سيعود إلى الظل لن ينتهي عفوا ولكن سيعود إلى الظل وهذا أفضل للجميع لأن حرب الظل لا تتحول إلى حرب عالمية ولكن كان هناك تخفيض في النزاعات مهم أن نتحول إلى اتجاه مخالف أنت تذكر حينما شنت إيران هذا الهجوم استمعنا لأخبار بعد ذلك بأن إيران كانت بالفعل أوصلت رسائل إلى المنطقة بأنها ستقوم بهذا الهجوم هي تبنته بشكل واضح وصريح الآن حينما يأتي هذا الرد نسمع عن مسؤولين أمريكيين ينقلون عن مصادر إسرائيلية نسمع من صحافة بأن هذه ضربة إسرائيلية ولكن حتى الآن لم تتبنى الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح هذه الضربة ماذا يعني ذلك؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها بأن إيران تتبنى الهجوم على إسرائيل بينما إسرائيل لا تتبنى الهجوم الذي تم ليلة أمس عندما يتعلق الأمر بالهجوم الإيراني الكل كان يتوقع ذلك والحكومة الأمريكية قالت إن هذا الرد سيحدث بالنسبة للفشل الإسرائيلي في الإقرار كان هناك استثناء في مجلس الحرب وكان هناك تصريح من أحد الوزراء ولكن كل هذا جزء من الحاجة حاجة عدم التصعيد إسرائيل لم تدعي الهجوم وهذا يلقي بضغوط أو يجعل هناك ضغط خفيف على إيران من أجل التخفيف تخفيف التصعيد هذا أهم في الواقع الكل يعرف من الذي قام بالهجوم ولكنهم لا يريدون أن يستغلوا هذا أكثر ولكن تبقى هذه نقطة مهمة خصوصا أن الرسائل كما ذكر قبل قليل في الصحف الأمريكية كانت إيران تريد أن توصل رسائل لإسرائيل وتخاطب جمهورها الداخلي بأنها تستطيع الرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق وإسرائيل أيضا تريد أن تقول للجمهور الإسرائيلي بأنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل فالسؤال هل هذا سيطمئن الإسرائيليين إذا لم تتبنى حكومتهم بشكل رسمي هذه الخطوة وهذا الرد وإلا ما قيمة الرد نعم إلى حد أن هذا طمأن الشعب الإسرائيلي نعم من الواضح أن هناك الكثير من المشاكل مع الحكومة الحالية ولكن حتى لو لم يدعوا المسؤولية الشعب الإسرائيلي يعرف من الذي قام بالعملية والإعلام يعرف أن هذا إجراء عسكري إسرائيلي لإرسال رسالة إلى إيران وأن بإمكان إسرائيل أن تصل إلى داخل إيران وأنه كان بإمكان إسرائيل الهجوم على إحدى المنشآت النووية هاجموا قاعدة الشعب الإسرائيلي أصبح أكثر إطمئنانا حتى بدون إقرار مجلس الحرب بالمسؤولية من مونتانا ميك مونروين أبنصال وزير الدفاع الأمريكي سابق شكرا جزيلا لك نقلت صحيفة والسريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار وتشمل ذخائر دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون وتعتبر هذه الخطوة أكبر دعما لإسرائيل منذ بداية عملياتها العسكرية ضد حركة حماس بعد هجوم السبع من أكتوبر الماضي في وقت يتزايد فيه التدقيق في استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الحرب الدائرة في قطع غزة وسيضاف هذا الدعم لإسرائيل لصفقة المساعدات العسكرية المعروضة حاليا على التصويت في مجلس النواب فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخص مقرب من وزير الأمن القومي لإسرائيلية مار بن كبير إضافة إلى كيانين إسرائيليين قالت أنهم يقوضون الأمن والاستقرار في الضفة الغربية عقوبات جديدة تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على أطراف إسرائيلية لها علاقة بالتوترات في الضفة الغربية وقد شملت العقوبات الأخيرة بن سهيون جوبشتين المقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ومؤسس وقائد جماعة لهافة المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود وذكرت وزارة الخزانة أن أعضاء لهافة شاركوا في أعمال عنف بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين وقد أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق عن عقوبات أخرى شاملت كيانين قالت إنه مساعد في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح إثنين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية مستهدفين بالفعل بعقوبات أمريكية وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أحد الكيانين هو صندوق جبل الخليل أطلق حملة عبر الإنترنات لجمع الأموال وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن يونون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في شهر فبراير بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم أما الكيان الثاني الذي شملته العقوبات الأمريكية فهو شلوم إسريتش الذي جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة أنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النار في مركبات ومباني والتسبب في أضرار للممتلكات في حوارة مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني وقالت الخزانة الأمريكية في البيان أن هذه الأفعال من هذه المنظمات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وأنها ستواصل استخدام أدواتها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال في موضوع آخر اتفق وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي الناتو على تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية وقال لامينو العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولتنبرغ في ختام اجتماع افتراضي شارك فيه وزير الدفاع المركي لويد أوستن ورئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي دول الناتو اتفقت على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا منها بطاريات باتريوت ولم يخض استولتنبرغ في تفاصيل عدد أنظمة الدفاع الجوي الجديدة التي ستتسلمها أوكرانيا لكنه قال إنها يتوقع إعلانات أو إنه يتوقع إعلانات جديدة في الأيام المقبلة اختتم وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعا افتراضيا لهم بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكذلك للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي والذي وجه عن بعد كلمة للمجتمعين للحديث عن تطورات الموقف الأمني والعسكري في بلاده الاجتماع بحث في استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا واستهداف المدن والبناء التحتية والمدنيين بالصواريخ كما استمع إلى مطالب الرئيس الأوكراني بضرورة تزويد بلاده بالذخيرة وكذلك بأنظمات الدفاع الجوية المتطورة وقد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن المجتمعين اتفقوا على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة وصواريخ الدفاع الجوي الحديثة تأكيدت سلوتنبرغ على أن دول الحلف أكدت مرة أخرى على استمرار دعمها وتأييدها ووقوفها إلى جانب أوكرانيا في العدوان الذي تتعرض له من قبل روسيا منذ أكثر من عامين والتزام الحلف بتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أجل تحقيق النصر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال التزامات ألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت ولكنه قال أيضا بأن فرنسا قد تساهم بتزويد أوكرانيا بصواريخ استامبا تي أس وكذلك ما يتعلق بتعاهد تشيكيا بتزويد أوكرانيا بنحو نصف مليون إطلاقة مدفع وهي مسألة بالتأكيد ستشكل فارقا في جوهر العمليات العسكرية المستمرة شهدي الكاشف الحرة بروكسل في ذات سياق عرب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في جزيرة كابريل الإيطالية عن التزامهم بتعزيز وسال الدفاع الجوي لأوكرانيا مبينين أنهم يعملون أيضا مع الشركاء من أجل تحقيق هذا الهدف وإتذلك بعد تصريحات لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز قال فيها أنه من دون مساعدة إضافية لأوكرانيا سيصبح الوضع أخطر بكثير وقد يخسر الأوكرانيون الحرب بحلول نهاية العام قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إنه رغم الإدانة الدولية لروسيا إلا أنها تواصل وارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب الأوكراني وضف وود خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأمن في أوروبا أن هناك تقارير كثيرة وموثوقة توثق هذه الانتهاكات روسيا تواصل إلحاق الأذى بشعب أوكرانيا رغم الإدانة من قبل المجتمع الدولي للحرب الوحشية وغير القانونية التي تقوم بها وهناك العديد من التقارير الموثوقة للتعذيب ومواصلة روسيا ترحيل الأطفال بالقوة بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة لملايين النازحين والخسائر البشرية صوت مجلس النواب الأمريكي على إجراء من شأنه المصادقة على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وجد ذلك بعد تصويت 316 من نواب المجلس لصالح مشروع القانون ومعارضة 94 هذا التصويت الإجرائي يسبق موعد التصويت العام والنهائي على حزمة المساعدات في جلسة عامة للمجلس يوم السبت في حديثة نادرة الوقوع في مجلس النواب الأمريكي ساعدت الأقلية الديمقراطية الأغلبية الجمهورية على المصادقة الأولية على حزمة مساعدات خارجية وسيشهد المجلس السبت تصويتا نهائيا على الحزمة التي عرقلتها المعارضة الجمهورية المتشددة على مدى أشهر 316 نائبا صوتوا لصالح تمرير حزمة المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان فيما عرضها 94 من النواب المحافظين أغلبهم من المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب لكن ذلك سبب مشكلة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون إذا أعلن النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا بول غو سار انضمامه إلى مجموعة النواب الجمهوريين المطالبين بإقالته مؤيدا بذلك طلبا مماثلا لنائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجري تايلر جرين غو سار أشار إلى أنه اتخذ هذا القرار لأن جونسون بموقفه الداعم للمساعدات الدولية أخلى بالاتفاق القاضي بجعل قضية القدود والهجرة من الأولويات على أجندته ولا يمكن لهذه القضية أن تأتي في المقام الأخير بعد المساعدات الخارجية وفي هذا الصدد قال النائب توماس ماسي إن على جونسون أن يستقيل لتجنيب المجلس معركة أخرى كتلك التي أقل على إثرها سلفه كيفين مكارثي لكن جونسون أكد تمسكه بالمنصب رافضا طلبات زملائه بالاستقالة هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير إن الولايات المتحدة سترسل شحنات أسلحة لأوكرانيا على الفور إذا تمت الموافقة على طلب تمويل المساعدة لأوكرانيا على صد الهجوم الروسي أدرم رجل النار في نفسه خرج قاعة محكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك الذي يحاكم بقضية تتعلق بدفع أموال لممثلة فلام باحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها وقالت شرطة نيويورك إن فرق الطوارئ نقلت الرجل إلى المستشفى بعد إطفائها الحريق الذي أضرمه بنفسه خارج المحكمة من دون إعطاء التفاصيل عن هويته والدوافع وراء عمله هذا أدوات عهد مسؤول والشرطة في مدينة نيويورك بمراجعة البروتوكولات الأمنية في المدينة حيث أقدم رجل على إضرام النار في نفسه أمام محكمة في منهات ووفق شرطة مدينة نيويورك فإن الشخص مضرم النار هو من ولاية فلوريدا وجاء إلى نيويورك خلال الأسبوع الجاري نحن قلقون للغاية وبالطبع سنقوم بمراجعة بروتوكولاتنا الأمنية هذا الرجل لم يخترق البروتوكولات الأمنية وكانت الحديقة مفتوحة للجمهور لكن بالطبع سننظر إلى كل شيء وإلى حجم ما يحدث هنا حيث سنعيد إجراء تقييمنا لأمننا مع شركائنا الفيدراليين من نيويورك معنا مراسل حرنطاني ناد توني أهلا بك ما الذي جرى وما هي الدوافع إن كانت هناك أي معلومات حتى أقدم الرجل على هذا الفعل حيدر حتى الساعة الدوافع ما زالت غير معلنة وما غير مفسرة حتى الآن بحسب مصادر في شرطة نيويورك ولكن الهوية باتت مكشوفة هوية هذا الرجل البلغ من العمر 37 عاما والذي حضر من ولاية نيويورك يعني هو يعيش في ولاية فلوريدا عفوا وآتى إلى ولاية نيويورك في أيام يومي السبت وبدأ بالوصول إلى هنا إلى موقع المحكمة الجنائية في منهات والتظاهر وشهد أكثر من مرة في هذه الحديقة هنا تحديدا حيث تكون عادة ما هي متاحة أمام المتظاهرين للتجمع فيها خلال المحاكمات شهد أكثر من مرة هنا والبر الأخير كانت يوم الخميس يوم أمس عندما شهد حاملا لافتة كتب عليها موقع عنوان أو موقع على الموقع الإلكتروني وهذا الموقع بحسب ما أشرت إليه شرطة نيويورك كأنه يحمل مضمون ورسائل المنشورات التي قام بإلقائها على الأرض هنا أيضا قبل أن يدرم النار بنفسه بنتيجة التحقيقات حتى الآن تشير إلى أن هذه المنشورات بعد التطقيق بها من قبل المحاققين في شرطة نيويورك يبدو أنها كانت تحمل دعاية وترويج لما يعرف بنظريات المؤامرة وأحدها أيضا يقول أو يذكر فيه أنه سوف يقوم بإدرام النار بنفسه خارج محاكمة ترامب احتجاجا وأيضا ما نعلمه حتى الساعة أن شرطة نيويورك تقومت أيضا بإجراء التطقيق شامل لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها أوضحت أنه لا يهز هذا الشخص ليس له أي تاريخ أو سجل إجرامي في الولاية وتستبعد أن يكون ما فعله مرتبط بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تجري أثناء وقوع الحادثة وتحديدا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت نيويورك عندما دخل إلى هذه الحديقة وقام بإدرام النار بنفسه وهنا تحدثنا مع عدد من الأشخاص الذين كانوا موجودين في تلك اللحظة وشهود عيان الذين قالوا أنه طلب منهم وطلب من المرة الابتعاد عنه قبل أن يدرم نفسه مستخدما مادة مسرعة ومعجلة للاشتعال بعدها سقط على الأرض وبقي مشتعلا كرابة الثلاث دقائق قبل أن تدخل الشرطة والمسعفين ليخمدون النار ونقله إلى المستشفى وهو الآن حاليا في وحدة معالجة الحروق في مستشفى كورنيل في منهاتن توني ندارف من نيويورك شكرا جزيلا لك مشاهدين وبالعودة لتصويت مجلس النواب الأمريكي حول إجراءات قامت بها داخل مجلس النواب بشأن المصادقة على تزويد إسرائيل وكذلك أوكرانيا وتايوان بالمساعدات نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع مراسل الحرة معي هنا في الاستوديو رابح فلال رابح مرحبا بك ما هي المعرقلات التي كانت ولماذا تمت تصويت عليها الآن هناك مجموعة من مجموعة تعقيدات حطت بهذا المشروع تعرف حيدر أن هذا المشروع الآن لديه شهور منذ أن قدمته إدارة الرئيس بايدن القصة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي وظل المشروع معلق عبر عدة مراحل ثم انتقل في نهاية المطافل من مجلسه الشيوخ الذي كان قد أقره في وقت سابق من العام الحالي وتحديداً في شهر فبراير ثم حول إلى مجلس النواب للمصادقة للمصادقة عليه عفواً كما تقضي بذلك النصوص القانونية الأمريكية لكن الذي حدث في مجلس النواب أن مايك جونسون رئيس المجلس كان قد قدم وقتها دريعة منع من خلالها تقديم المشروع للمصادقة العامة جونسون كان يعتقد أنه لا يمكن لمجلسه أو على الأقل بالنسبة للأغلبية الجمهورية أن تناقش حزمة مساعدات دولية دون مناقشة أزمة الحدود الآن القائمة في الولايات الجنوبية ولذلك ظل هذا المشروع حبيس أدراج مكتب رئيس مجلس النواب إلى غاية هذا الأسبوع لكن عندما وصل القرار على مستوى رئاسة المجلس بالاستعداد لطرح المشروع للتصويت العام تصاعد الخلاف داخل الجمهوريين فيما بينهم بسبب استمتمسك جناح المحافظ من الحزب الجمهوري داخل المجلس وهو الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب بضرورة العودة إلى الخطة الأصلية بأنه لا مساعدة لأوكرانيا دون مناقشة ومعالجة أزمة الحدود لذلك جونسون كان مضطرا إلى تقديم الاقتراح الأول وهو فصل المساعدات لإسرائيل ودعوان عن المساعدات لأوكرانيا لكن حتى هذا المشروع رفضه الديمقراطيون على أساس أنه يجب أن يقدم المشروع للتصويت العام كما جاء من الغرفة الثانية من مجلس الشيوخ وهو الأمر الذي عمل به جونسون في نهاية المطاف جونسون عادة الإجراء البرتقولي التقليدي في مجلس النواب أنه عندما يكون هناك مشروع جاهز للتصويت يقدم من خلال جلاح الأغلبية قبل أن يقدم للتصويت العام في هذه الحالة استثناء جونسون أمام معارضة النواب المحافظين في المجموعة الجمهورية كان بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتمرير المشروع في التصويت الأول قبل تقديمه مرة أخرى للتصويت العام في جلسة عامة غدا السبت وهذا ما تم وبالتالي هذه خطوة أولى ستلحقها خطوة أخرى يتم فيها المحافظة ولكن هذه الخطوة هي تأكيد لما سيكون عليه التصويت غدا الآن لديه ما يكفي من الأصوات في الجانب الجمهوري ولديه الدعم الكافي أيضا في الجناح الديمقراطي ولذلك يمكن الاعتبار أن التصويت الآن هو في صيغته النهاية وسوف يكون بشكل مضمون تقريبا ما لم تحدث مفاجآت اللحظة الأخيرة لأنه سوف يمر المشروع غدا السبت سنتابع معك إذن تفاصيل يوم غدا السبت رابح فلالي شكرا جزيلا لك قال مسؤولان غربيان للأسوشيريد بريس إن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاقية عسكرية جديدة مع النيجر تسمح لها بالبقاء في البلاد بعد أسابيع من إعلان المجلس العسكري الحاكم هناك أن وجودها لم يعد له مبرر المسؤولان الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قال إن واشنطن تعمل بنشاط على وضع خيارات لاتفاقية معدلة هدفها الحفاظ على موطئ قدم للولايات المتحدة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا وتلعب النيجر دورا مركزيا في عمليات الجيش الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي وواشنطن قلق بشأن تفاشي عنف الجماعات المسلحة حيث تدين جماعات محلية بالولاء لتنظيمي القاعدة وداعش ارتفعت العقود الآجلة للخام المركي بنصف نقطة مئوية لتبلغ عند التسوية 83.14 دولار للبرميل فيما ارتفع خامبرانت ليصل ل87.29 دولار للبرميل وكانت تسعار النفط ارتفعت بأكثر من ثلاثة دولارات خلال تدولات الجمعة لكنها تراجعت بعد أن قللت إيران من شأن هجمات إسرائيلية على أراضيها في معشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني بمسؤولين من الشركات الأمريكية الكبرى في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن بولاية تكساس ضمن طاولة مستديرة أقامتها غرفة التجارة الثنائية العربية الأمريكية سودانية استقبلة في هيوستن أيضا وفدا من معهد بيكر للدراسات كما التقى بأعضاء من الجالية العراقية في ولاية تكساس ضمن برنامج زيارته للولايات المتحدة التقى هنا في مدينة هيوستن بولاية تكساس رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني بعدد من مسؤولي شركات النفط والطاقة الأمريكية في هذا اللقاء استعرض السوداني تصورات الحكومة العراقية لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة من خلال العمل المشترك والاستثمار في الفرص بالعراق كما تحدث عن خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية واستغلال الثروة عبر زيادة الطاقة الانتاجية واستثمار الغاز المصاحب هناك مشروع لزيادة انتاج الغاز من خلال تقليل حرق الغاز ثم الاحتماد على الشركات الأمريكية في تطوير حقول الغاز في العراق لبلوغ المستويات التي تؤهل العراق أن يكون معتمدا على نفسه في انتاج الغاز بالكميات التي تولد الكهرباء وتنتج البتروكيمياويات لعدة مشاريع في المستقبل القريب وهذا البرنامج يتضمن حتى نهاية سنة 2030 إن شاء الله لا يبقى من الغاز إلى تقريبا 6% محروق والباقي بحجة 94% سوف يكون مستفادا منه في انتاج الكهرباء وتنتج البتروكيمياويات الأسميدين السوداني استقبل أيضا وفدا من معهد بيكر لدراسات وبحوط الطاقة التابع لجامعة الرئيس الأمريكية وجار خلال اللقاء بحث أليات التعاون في مجال إعداد الدراسات والتدريب والمشاركة في إعداد دراسات تخص السوق النفطية هيوستن سوف تعز العلاقات مع الشركات الكبرى وشركات الخدمات النفطية إضافة إلى ذلك الاستعانة بمعهد الدراسات مثل محر بيكر للدراسات النفطية وتدريب الكوادر واختتم رئيس الوزراء العراقي برنامج زيارته إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس بلقاء مع أعضاء من الجالية العراقية في الولاية ثم غادر والوفد المرافق له إلى ولاية ميشيغن شمالي الولايات المتحدة ووفق متابعين فإن زيارة السودان إلى مدينة هيوستن المعروفة بقلب صناعة النفط حول العالم تظهر أهمية ملف الطاقة في هذه الزيارة إذ يتطلع العراق لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارده النفطية الكبيرة أحمد ريهيد الحرة هيوستن أنهت ثمانون طاربة جامعية في لبنان التدريب الوظيفي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتؤكد الوكالة على التزام شعب الأمريكي بدعم التنمية المحلية في لبنان والمساعدة في تطويريبنا إليسا احتفلت مع أكثر من ثمانين طالب وطالبة من خرجي 11 جامع لبنانية بإنهاء التدريب الوظيفي في المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الأراضي اللبنانية كافة ما وفر لها ولرفاقها ورفقاتها فرص عمل رغم ارتفاع نسب البطالة في لبنان تدريب الوظيفي معي أس إيد خليني أنه نطور قدرات المهنية وأنه أحصل على فرصة عمل خلال هذه الظروف الصعبة في لبنان وتمسك أكثر في لبنان من دول مهاجر برنامج التدريب الوظيفي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يمتد لخمس سنوات بقيمة 800 ألف دولار يظهر التزام الشعب الأمريكي بدعم التنمية المحلية والتعليم العالي في لبنان كما يؤكد استمرار الوكالة في تنفيذ مشاريعها في مختلف القطاعات في البلاد خلافاً لما جرى تداوله مؤخراً عن إعادة النظر في تلك المشاريع لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ فترة طويلة في البرامج التي تجمع بين التعلم والتدريب العملي للمساعدة في بناء جيل جديد من الشبال اللبناني الجاهز للعمل هذه المبادرة هي شهادة أخرى على التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المستمر بدعم الشعب اللبناني في عدة قطاعات ومساعدتهم على الصمود في وجه الأزمات المختلفة وإعادة بناء حياتهم وفي إطار دعم المجتمع المحلي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضاً تم تأهيل 200 شاب وشاب من بلدات لبنانية مختلفة للمشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة كناخبين أو مرشحين أو مراقبين لها وأشارت مديرة الوكالة الأمريكية إلى أهمية هذا الدعم في دمج الشباب في عملية صنع القرار السياسي في بلادهم قمنا بإشراك 200 شاب وشاب من 14 بلد مختلفة لتسقيفهم حول الحكم البلدي والانتخابات والواجبات المدنية وتعزيز إيمانهم بالمشاركة المدنية وتم اختيار 14 منهم لقيادة حملة توعي عامة وتوفير التدريب على المواطنة الشاملة وأن يكون عناصر للتغيير البناء في مجتمعتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجدد أعلانها المساهمة في التصدي للتحديات الصعبة التي تواجه المجتمع اللبناني بمختلف فئاته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مشاريع عديدة في قطاعات أخرى ضمن جدول أعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان حيث ستفتحها في الأيام والأسابيع المقبلة تأكيدا لاستمرار دعم الشعب اللبناني واستقرار البلاد وليام عزام الحرة بيروت للمرة الأولى منذ إقرارها رسميا قبل عدة سنوات تحيي كلية جوليات في ولاية إذنويل أمريكية مناسبة شهر التراث العربي الأمريكي لسنا عربيات أو من أصول عربية بل أمريكيات من أصول أوروبية ولاتينية وأسيوية أمضينا عدة أشهر وهنا يتدربنا على تقديم هذه الرقصة من تراث صعيد مصر تهاني صغير هي منظمة الحفل وصاحبة الفكرة تقول إن الكلية رحبت بالمبادرة لكن الحمس الأكبر في التنفيذ كان عند الطلاب عندي تمن طلاب وطالبات حبوا إنه يعملوا رأس أو يعملوا أغاني أو يعني شاركوا بأي إمكانية بيقدروا أمريكان ما بعرفوا أول إشي عن العادات التقليد العربية أو الأغاني أو شي بس سمعوا الأغاني وأعدوا يسألوا أسئلة أعدوا يعملوا ريسرش لحالهم فأنا الصراحة فخورة فيهم كثير تهاني سعادتنا كثيرا أعرفتنا على رقصة الصعيد وبصراحة أعجبني الأمر كثيرا سأوصل التدرب فمن الجميل أن تتعرف على ثقافة مختلفة فأنا من أصول مكسيكية أنا من كولومبيا وأن ترقص على أنغام ثقافة أخرى أمر ممتع جدا أما الفرقة الموسيقية فهي من طلاب من أصول غير عربية كذلك تدربوا على هذه المقطوعة والتي أسموها تهاني عرفانا لمنظمة الحفل وبما أن المناسبة تقام في شيكاغو الوطن الأكبر للأمريكيين من أصول فلصينية في الولايات المتحدة فلا بد من الدبكة التي شارك في الرقص على أنغامها الجميع بمن فيهم الأساتذة وحتى شرطة الكلية قال لي أحدهم إن الثقافة العربية غامضة وربما لعب هذا الأمر لصالحنا عبر التاريخ لكن نحن الآن في مرحلة لم يعد الغموض فيها لصالحنا فكلما شاركنا ثقافتنا مع الآخرين سيفهمنا العالم وهذا سيساعدنا على التغيير الإيجابي تتعدد نشاطات المقامة بهذه المناسبة وتتنوع خصوصا في الولايات والمناطق التي يتركز فيها تواجد الأمريكيين العرب ودائما ما تثبت الموسيقى أنها الأخضر على تجاوز قدود العراقي والثقافة حمجر المالكي الحرة شكاكو أعلن خبر وكرة الفضاء لأمريكي ناسا أن المروحية إنجينيوتي التي أرسلت لاستكشاف كوكب المريخ قامت بآخر مهامها في الثامن عشر من يناير الماضي أكثر من ألف يوم واثنتين وسبعين مهمة طيران السطلة على سطح المريخ قضتها مروحية إنجينيوتي التي أرسلتها وكانت الفضاء الأمريكي ناسا إلى الكوكب الأحمر برفقة روبوتها بيرسبيرنس لاستكشاف معالم هذا الكوكب لكن مهمة المروحية إنجينيوتي انتهت أمس إثرى هبوط غير موفق لها أدى إلى كسر إحدى شفارات مروحيتها ما استدعى اجتماعا طارئا لفريق التحكم بها في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا جي بي أل في كاليفورنيا لتخييم الوضع بعد هذا الحال خلال الاجتماع جرى للمرة الأخيرة استعراض البيانات الأخيرة الواردة من المروحية التي أظهرت الكسر في شفاراتها ما جعلها في حالة توقف عن أداء مهمات الطيران لكنها مع ذلك ما تزال قائمة كمحطة للأرصاد الجوية ومنصة للاختبارات التكنولوجية حسب الفريق بما لديها من كاميرات وأجهزة استشعار قابلة للعمل لطالما بقيت ألواح الطاقة الشمسية تزود بطارياتها بالطاقة تعد المروحية إنجينيوتي أول روبوت على الإطلاق يستكشف سماء عالم خارج الأرض حيث أنجزت 129 دقيقة طيران غطت خلالها مسافة 17 كيلو مترا على سطح المريخ أي مسافة أطول بـ 14 ضعفا لما كان مقررا لها في بداية المهمة وفقا لمسؤولي ناسا لأول مرة منذ أكثر من 200 عام ستظهر حشرة السيكايدا أو ما يعرف بحشرة تأزيز الحصاد من تحت الأرض في منطقتين من الولايات المتحدة في الجنوب الكبير وفي شمال ولاية إغنوي حشرة السيكايدا تتهيأ للخروج من باطن الأرض مجددا الولايات المتحدة هذه المرة في الجنوب الشرقي وفي شمال ولاية إلينوي في ظاهرة بيئية فريدة حيث تخرج هذه الحشرات بعد أن تقضي 17 عاما تحت باطن الأرض وتتسلق الأشجار ومختلف النباتات بالمليارات ويقول إيريك بنسون الباحث في علم الحشرات بجامعة كليمونسون بساوت كارولاينا إن ظهور هذه الحشرات مؤشر على وجود بيئة صحية ظهور حشرات السيكايدا هو مؤشر على وجود بيئة صحية الأماكن التي أزيلت منها الأشجار وخضعت الكثير من التطوير لن تكون بها حشرات السيكايدا لقد اختفت فترها غالبا في الغابات المحمية والمتنزهات في أي مكان تكون فيه البيئة مستقرة وصحية بشكل أساسي ويشير الباحث إلى وجود منافع كبيرة لهذه الحشر عند خروجها من الأرض فهي تقوم بتهوية التربة وتوفر غذاء للكائنات التي تأكل الحشرات مثل الأسماك والطيور والزواحف وعندما تموت بأعداد كبيرة فيتم إعادة تدويرها في الطبيعة وتوفر سمادا رائعة حشرات السيكايدا ليست ضارة هي تأتي بأعداد كبيرة لكنها غير ضارة لك وللبيئة وعادة ما يكون انتشار هذه الحشرات مصدر قلق للسكان بسبب ضجيجها وأيضا انتشارها بأعداد كبيرة حول المنازل وفي الحدائق لكنها لا تسبب ضررا وفق المختصين في هذا المياه نختم وإياكم مشاهدينا هذه النشرة برحلة ونتعرف من خلالها على متنزه يولوستون الوطني هذا المتنزه المنتشر على امتداد عدة ولايات أمريكية يتفرد بكثرة ينابعه الساخنة وظواهره الجيولوجية العجيبة فضلا عن سحر طبيعته وتنوع الحيوانات فيه ومساحته الشاسعة فوارات متنزه يولوستون الوطني هي الأعلى في العالم وتستقطب أعداد متزايدة من الزائرين حتى تجاوزوا مؤخرا الأربعة ملايين زائر سنويا تتفجر بعض هذه الفوارات بانتظام مرة على الأقل كل ساعتين ما يجعلها محط الأنظار على الدوام ومعها يضم متنزه يولوستون الوطني نصف ما في العالم من الينابيع الساخنة والبرك الحمضية والنفاثات البركانية بواقع عشرة ألاف نشاط حراري أرضي هذا المتنزه يمتد بنحو تسعة ألاف كيلومتر مربع على ولايات وايومينغ ومونتانا وأيدوهو غربي الولايات المتحدة فقد تأسس في العام 1872 ليكون أول متنزه وطني أمريكي ويعتقد على النطاق الواسع أنه أول متنزه وطني في العالم وعلى امتداد المساحة الشاسعة ليولوستون تتنوع التضاريس الأرضية من بحيرات وأودية وأنهار وبراكين وسلاسل وغابات جبالية شاهقة المناظر الطبيعية الفاتنة لهذا المتنزه تختلف مع تغير الفصول وقد جرى توثيق مئات الأنواع من الثديات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات بما في ذلك العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض يتيح المتنزه فرصا رائعة للتجول والمشي لمسافات طويلة في المسارات الطبيعية والتثييم في البرية وصيد الأسماك في البحيرات والأنهار وركوب الزوارق ومشاهدة الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية ويقدم المتنزه العديد من البرامج التعليمية والرحلات الموجهة لاستكشاف هذا الموطن الطبيعي الذي يمثل محور أكبر نظام بيئي بكر لم تمساسه صناعة البشرية في النصف الشمالي المعتدل الحرارة للقرة الأرضية متنزه يولستون الوطني المدرج على لائحة اليونسكو لتراث العالمي بمثابة شهادة حية على العجائب الطبيعية لكوكبنا بما لها من جغرافية متنوعة وجيولوجيا فريدة وحياة برية وفيرة هذه النشرة انتهت مشاهدين أدعوكم لمتابعة المزيد من الأخبار عبر الحرة.com ومنصات الحرة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر لقناة الحرة عبر موقعنا على يوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة